بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم ومن الآثار الحميدة تلك الآثار الدنيوية التي لا يقصدها العبد ابتداء وإنما يعطيها الله عز وجل للعبد على جهة التفضل منه سبحانه وتعالى فأهل الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يجعل الله لهم العزة والكرامة ويفتح الله لهم أبواب الخيرات وينصرهم ويرفع درجاتهم كما ورد في النصوص الكريمة من الوعد بذلك كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وكما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهكذا من كان على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له قلوب العباد واستجابوا لما يدعو إليه من خير وما يأمرهم به من معروف فيكون هذا من أسباب زيادة حسنات العبد التي ترفع درجته عند رب العزة والجلال ترجمة نانسي قنقر